كنت هي تغني را وما محبتش غنيتا جوزة داتي ما حوارنا ويعطيك ساعة الاختيار معنا عبد الحاني اي اما ما كاركوش بديتو من المقطع هذك انا هو المقطلكش يعيوني قفك سويح مش كاريوني ذاتو الغنيه اما الحمدلله بعد تجيوز مرحلت الخطر صباح يعني تقول عمله بالعاني يسرقوا يهدي يسرقوا يهدي يسرقوا اهيييييي كاشوند الحديثة يزرقوا JON نحن في تونس قابلين انو نعملوا ربريك في الوحدة متاع الميزانية انزيدوا الهيباث ذات الصبغة الدينية يعني في دولة مدانية نعملوا الهيباث ذات الصبغة الدينية وهو ما يعني ذات الصبغة الدينية كيف يفرقهم الفلوس كي يدخلوا في الحزينة كيف يفرقها حسب الدين دينار متاع المسلمين واحده ومتاع المسيح واحده ومتاع اليهود واحده شو يتسمى هذي هذي يتسمى حتى مخالف للدستور فهمت؟ انا مشكلتي قانونية مع الناسرا وميشي مشكل شخصية أشخاصهم ليه تعنيني اما اللي يعملوا فيه هو اللي يعنيني نقادم شوية ونمشي معاك للبروبيتر السياسي اللي جابينا نتيجة للمرة العاشرة الخمستاش تتكرر هذي نتيجة كل شهر نقاو حزب قاعد يقدم طوى في المرتبة الأولى وكانتصير انتخابات يفوز على بقية الأحزاب بفارق كبير هذك هش حاشدنا حتى عابير موسي مش قاعدة تقدم عليه في المرتبة الثانية المرتبة الثانية بفارق شاسع بينك وبين قاية السعيد عادي عادي شوف أنا ساعة نحب نعمل ملاحظة مبدئية وجملية على موضوع البرومتر السياسي نحب نبين للناس وندعوهم زيدا انه ما يكونش المقيس متاحهم هو البرومتر السياسي ولو أنا طوى نحكي والحزب في المرتبة الأولى وهذي وانا زيدا في المرتبة الثانية معناها نظريا دوزي امتوق وما كتعرف الانتخابات الرئاسية عندها خصوصياتها دونك راهوا ما هوش هذي اللي نتبعوه هذي ربما نستأنسوا بيها على مستوى التحاليل الداخلية ونرأوا ما داموا طابقتها مع الواقع لاني أنا كيقولي يا راك انت في العمر كذا وكذا عندك هكا وعندك هكا في الجهة كذا وكذا عندك هكا وعندك هكا نطابق أنا مع تويج دي لهيك اللي مع ناشاتي مع اللي زيكو اللي جينا احنا من الميدان ونشوف ما داي الصحة اما هذي حكاية بارومتر السياسي راهي ما هيشي حاجة اللي نتبعوها وإلا اهو كاليوم احنا الولانين غدويكا كيفي حطنا مناش الولانين وليو نشكو فيه هانيقولها من الناس الكل راني أنا البرومتر السياسي لا اعتمدوه وادعو الناس انه لا تعتمدوه وكهو اترى المواقف على الميدان وترى التحرك على الميدان واتتبع النهج اللي ماشي فيه الحزب هذا ولا هذا ولا هذا وتحكم وحدها بعيدا عن كل التوظيفات هذي ملاحظة اولية الملاحظة الثانية اين الهدف امتاعي شنوه؟ الهدف امتاعي هو انه الحزب الدستوري يسترجع الريادة بمعنى انه اليوم يعطي الدليل والحجة انه حزب معناها في مرحلة كي اقتضى الامر انه يكون في المعارضة كان في المعارضة ومعارضة ترى فيها الناس معارضة جدية معيش نايش في تونس راو المعارضة اللي عمل فيها الحزب الدستوري الحر لأول مرة في تاريخ تونس قادة التعاشق لانه احنا استنسنا المعارض هو الي نهار وطوله لا 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 هذا خيب هذا خيب هذا خيب وربما يمشي يستقوى زده بجهات خارجية ويجي بشي طيح النظام امتاع قوم خنيخوا بلاستك وذكى عليش في 2011 وقت اللي الناس اللي كانوا يقدموا في روح المعارضين جيوا وتسلموا السلطة عشرة سنين فشلوا في ادارة البلاد وفشلوا في ايجاد الحلول البديلة للحاجات ايه الهدف امتاع اكملوا اذا كان انا اليوم لعابة دور المعارضة هذي غدوة الهدف امتاعي انا نرجع للحكم راني بش نرجع للحكم برؤية جديدة برؤية اني انا بالقانون الانتخابي هذي لا 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 مش حكاية قانون انتخابي حكاية عقلية لانه اليوم الناس تحكي على الديمقراطية مهيش موجودة مقاومات الديمقراطية اليوم عندنا مشهد سياسي ضبابي وقذر في نفس الوقت مانيش قاعدين نتصارعوا على برامج وعلى استراتيجيات وعلى من يخدم تونس اكثر قاعدين نتصارعوا على صفقات داخلية على مصالح امتاع اشخاص ومتاع حسابات ضيقة اليوم احنا الحزب الدستوري هدفنا واقتخذينا المشعل في 13 أو 2016 انه نتحملوا هذه الفترة الكل تعضغوطاتها وهرسلتها واللي تحب عليها ونوصلوا للحكم برؤية انه احنا حزب المئة سناء لكن اتعذنا من الاخطاء متع المئة سناء لكلها وعننا رؤية مستقبلية وفي نفس الوقت نعتزوا بتاريخنا ونعتزوا بماضينا هذا احنا اليوم بعد انتخابات 2019 الانتخابات حققنا فيها نجاح نسبي واللي الظروف الكل المحيطة بالانتخابات تؤكد من ضمنها اللي كنت نقولك فيه طبيض التنظيمات الخطيرة ومخلينها ديما تتحكم في مفاصل الانتخابات وهيئة الانتخابات وذلك يرجع للنظام السياسي رغم ذلك حققنا نجاح نسبي وتخلنا للبرلمان اليوم احنا نعمل فيه نشاط برلماني يأكد لرأي العام انه احنا اصحاب كلمة واصحاب مبدأ وما نخلوش النخي بيه اليوم مقتل ينوصل انا للنتائج هذه ولو نعتمدها معناها على سبيل كما قولوا الاسترشاة مش نعتمدها هي المقياس متاعي هذي يؤكد انه احنا على الطريق الصحيح انت في الطريق الصحيح وتصير انتخابات تاو سننصير انتخابات تاو تجي انت في المرتبة الولانية الحزبة متاعك والمرتبة الثانية حركت الناد حسب البروماتر لانيا كيفي بش نحكم ما قلنا عاد احنا نحكمه مع الكفاءات الوطنية في البلاد احنا مستعدين نعودوا لهم انتخابات وزوزو عشرة وهو معاوكا ظهروا عندهم الجبن وين تقول لهم بش تحل البرلمانيا وشو يصوتوا بيه هذي حاجة انا بش نحكمه معاهم ينسى ينسى بيه نش معك الحاجة اخرى الدورة البرلمانية الفارتة كانت صعيبة وفيها بارشة مشيك الدورة القادمة زادي ذولي بش كون صعيبة عليكم بارشة لانه فما جبها قعدة تتشاكل الان شوفنا اللي فيها النعضة فيها اعتلاف الكرامة فيها قلب تونس وفيها كتلة المستقبل واللي ربما بعض المسقلين الاخرين هي مش بش كون صعيبة علينا احنا هي بش كون صعيبة على تونس لانه اذا كان تلتقي القوى هذي الكل اللي هي معناها اتفاق كنتخ ناتور واللي هو ما ينجي نجمعه نبيل القروي قالك نعم في السياسة انا سياسة واتلاف الكرامة قالك يعم في السياس وبهم وعليهم وعندهم بشبكات التسفير وهذاك الكل قدموه النيابة العمومية شو مش قدموه النيابة العمومية بتبيع الرسالة اللي قدم عيدتها يقول اللي عنا مؤيدات انه الحركة متاع الغنوشي هي اللي عملت مساهمة في اغتياج شكري بالعيد ومساهمة في ملف التسفير يجي ورينه كيفاش وإلا خليه يتحاله من اجل ادعاب الباطل اما انك تجي تضحك على ذقون الناخبين وتستغلى العاطفة هاني في السجن وبعثت رسالة اللي انا اقطعوا تماما معهم واليوم تحط يدك مع الذراع متاحهم متاع الائتلاف التكفيري اديهم لأصدقاء الارهاب شو يتسمى هذي اذا هذي صعبة على تونس لانه اذا كان يلتقيوا هذم راموش بش يلتقيوا على مصلحة البلاد بش يلتقيوا على مصالح خاصة بيهم لانه الائتلاف اذيك اللي كان عاملنا فيها الثورية والثورية والثورية وقلب تونس فساد فساد توا ولا ليه اللي عنده حاجة يمشي للقضاء واحنا ليه قلب تونس به ومحله هذم ناس لعاهد لميثاق ووقت اللي يتلموا ناس لعاهد لميثاق مع بعضهم عارف راهو بش يتلموا على خرابها مش بش يتلموا على المصلحة اما بالنسبة لنا كحزب دستوري حر مايش بش تكون صعبة لان هي بش تكون استمرارية لمسيرة نيضالية والشعب التونسي بش يزيد يفرس وبش يزيد يشوف اشكون القوى اللي بش تتصدق للجابة هذي والمنظومة هذي اللي الهدف متيحه هم حدهم حد عديلي الهيكاء ومنع لي نسمة ومنع لي الزيتونة ومنع لي القضايا هذك حدهم راهو متتصورش بش يعملو لك رؤية وستراتيجية والمتجرب الفقر واحنا دايق في المقترحات اللي قدمناها لرئيس الحكومة قلنينهم يرجع الاتحاد التونسي لتضامن الاجتماعي هو اللي ياخو اليد على كل الإعانات والمساعدات والعمل الخيري في تونس لا ضربوها على يده لا نعرف ضربوها على يده ولا حاجة من ضمن الحاجات لا ما يزمش حاجة من ضمن الحاجات كل شي يتعدى عن طريقه هو وكل شي يكون تحت رقابته هو ويقع مراقبة الجامعيات الذية اللي تنشط في المجال الخيري ومنين تمويلها ومنين دنيتها ونفرزه ما بين الناس اللي بالحق تعمل في العمل الخيري ومنين الناس اللي تستعمل في العمل الخيري لتوظيف السياسي وإلا لتبييث الأموات قبل ما نختم معك بعض الرسائل عبير موسيش تقول اللي هي شامل مشيشي قبل ما تقابله نهرته ثلاثة قلت لو انا بش نزيد نعوده وقلوا اللي على مستوى تشكيل الحكومة ما ما كانش في مستوى الوعود اللي قدمها على مستوى طوى التعيينات قالت حكومة مستقلة تماما وقالنا لا ميش تماما وقلنا له نحبوها تكون بعيدة على منظومة الترويكا يا أخي هو جمعت الترويكا يظل مغروم بهم حتى البرح قالوا التعيين الأخرين اللي عاملوه في وزارة الداخلية قاعدة نقرة اللي هو زيدا من الناس اللي هما كانوا موجودين قراب وقت الترويكا تحكى المدير العام لنا من الوطني الجديد قالوا هكيا ما زلت معنديش أنا معلومات صحيحة لكن هنا نقله اللي وكي ما قلت هلو أنا نها في المفاوضات كي ما ينجم يكتب اسمه بيأحرف من ذهب في تاريخ تونس أنه شاب من رحم المنظومة الوطنية ومن رحم المصعد الاجتماعي اليوم تجيك فرصة أنك تكون رئيس حكومة وصاحب القرار الأول على مستوى السلطة التنفيذية كان بيش تهز تونس إلى طريق تصحيح المساء بيش تكون أنت لهنا منقص وكان بيش تقعد تتخبط في الإنبتاح مع الخوانجية وتصاحب الناس الكل وتحب من كل شيء بيطرف أنت بيش تفشل أولاً وثانياً التاريخ سيسجل أنك أنت مكنش في مستوى المرحلة والتاريخ لا يرحق هو والثنية اللي يحب يختارها سيد رئيس الجمهورية مر للتنفيذ امشي للخطوة الثانية امشي للتنفيذ سمعنا برشة كلام سمعنا برشة إحاقات سمعنا برشة كلام بالألغاث اعطيني التنفيذ امشي للتنفيذ امتع اليقات تتكلم فيه خلي نفهمه احنا موقفك ونجمه نحده موقف منك السيد رئيس مرس النواب الشعب راشل غنوشي انا عندي رئيس الأوراق الملغات حتل توا ما عنديش اسم مرس النواب الشعب هو توا رئيس على كثمونتاش امتع الناعم وليه ربي وانسوا بهم بنسبة لنا احنا ما عندوش ثيقتنا من الول وبجلسة سحب الثيقة متع سبعة وتسعين سوت فقد الشرعية وفقد الثيقة متع النواب عندو ثمنتاش نعم وليه وجبهة تذية الخراب اللي عاملوها هانا بش نكونوا احنا في خطوط الدفاع الاول على مصالح تونس نبيل قروي رئيس حزب قلب تونس ما يستحقش نواجه له حتى رسالة لانو الخيانة اللي عملها لرأي العام خيانة خيانة واضحة ما فييش موصوفة ما تستحقش انو حتى بش نواجه له حد شيء اللي قدموا بك قضايا بالمحامين زملائك موعدنا امام المحاكم بما معنى؟ موعدنا في المحكمة بش نرافعو بش ندافعو وبش نبينو وبش نحكيو وبش التاريخ يسجل اللي قادوا يعملو فيه ونحب لهنى خاطر فهما شكون البرح قالوا وعمل حق الرد واندرشنوها رو احنا منحكيو كم بالمؤيدات انا قلت فيهم انا منعرفو بش كل محامين اما فيهم اللي يذكروا اسميهم فيهم على الاقل ثني واضحين واحد اللي في البخوفيل موش حاطت تصوير مرسي عرضا رغم اللي هو حاطانا في حد ذاته يتسمى تبني للفكر موش حاطت دفوتو بخوفيل يعني كت حلت القهرس المحامي وراه مرسي والمروى الرحماني شو مغرر به ما في بلوش المحامي للبرح تتكلم طوا يلقاها حاطة الفيديو امتاع مرسي وهذا الرئيس الشرعي الوحيد المدني اندرشنية وتمجد في رئيس دولة اجنبية اللي هو متهم بالارهاب واللي هو ينتمي لمنظومة الاخوين المسلمين شو يتسمى هاذ انا ملقي تلوش بروفيل على الفيسبوك المحاميليه جسد ما هو متاع البرح احنا ماش بدناش دايوغ احنا عملنا ترخيص للفرع بش نقدم شكايات ضد هذوما اللي بيضوا في الارهاب الزوث هو مش موجود فيها دونك هو البرح جابوه يتكلم ربما لي انه هو ما عندوش علاقة بشي هذا الله اعلم انا منعرفوش دايوغ المحامي مي احنا المحامين اللي تكلمنا عليهم روا بالحجة والدليل مش احنا نبليو فيهم هذم واحد حاطة مرسي وحاطة الاخر تصويرة انور ولد علي هزا الشعار رابعة والاخرى كيف كيف حتى قتلك الرئيس الشرعي المدني الوحيد شنية تهم ما ذكرني بها انت تهمتك اللي شكاو بيك اه قال لك قضايا ارهابية قال لك الارهاب ما هو ما توا بش يعطيونا تعريف جديد للارهاب بش يبيضوا الارهاب قال لك الارهاب ليس انك تطعن عاون الامن بالسكين وليس انك تهز السلاح ضد الدولة ليه مش اذك بركة الارهاب هو اذك يمكن يعتبروها عراضيا ارهاب الارهاب قال لك انك انت بكلام قاعد تبث في الفتنة في المجتمع التونسي وتحث في الناس التقاتل بعضهم الى بعض وين وين ترا فيها ذي وذي عقوبتها اعدام كان ما في بالكش بش تفهم انت ديمقراطيتنا توا قدهيش قوية ياسر كي تعمل اعتسام هما كي كانوا يعملوا اعتسامات ويخيطوا فهمهم ويعملوا الاذرابات كانت نيذاء ومناضلي حقوق انسان احنا كي نعمل اعتسامات ولا جريمة ارهابية وتعطيل مؤسسات الدول ابي الموسي شكرا لك على كل هذه المعطيات شلق يومك سعيد نقول لكم يومكم سعيد نهاية اسبوع مريحة للجميع نتلقى وبإذن الله نهارة اثنين من ستة لتسعة